كلنا نؤمن بالديمقراطية لكن متى يمكننا تطبيقها؟ كلمات قالها عمر سليمان النائب الراحل للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إبان الثورة المصرية عام 2011 قالها سليمان مؤكداً أن الشعب ليس مؤهلاً لتعاطي الديمقراطية قالها ليس فقط دفاعاً عن نظام مبارك المتهاوي حينئذ بل تعبيراً كذلك عن قناعات النظام الرسمي العربي الذي ينظر في معظمه إلى السلطة كغنيمة حرب مستحقة له يوزع منها على من يشاء من بطانته ومقربيه ومن ثم فلا معنى لديه لمطالبات الشعوب بتحقيق الحرية الفردية والعامة والتداول السلمي للسلطة عبر آليات عادلة الديمقراطية كونها في تعريفها وأفكارها تعد نقيضاً للاستبداد فقد كانت في قلب مطالب الثوار في انتفاضات الربيع العربي وبالتالي انحسرت الديمقراطية عربياً مع انحسار موجات المد الثوري واستعادة النظام العربي القديم السيطرة بصورة أو بأخرى في تلك البلدان بل انتد أثر ذلك الانحسار الثوري إلى خارج خارطة الربيع العربي عبر التضييق على الحريات كإجراء احترازي من قبل بعض الأنظمة غير أن العنف الدموي الذي شهدته أكثر بلدان الربيع العربي خلف في رأي محللين كفراً بقيم الحرية والديمقراطية لدى بعض شرائح تلك المجتمعات التي لم تر في الثورة إلا محاولة حالمة استثارت كوامن البطش لدى الأنظمة بعد شعورها بالخطر الذي يهدد وجودها في المقابل ثمت من يرى في انتكاسات الربيع العربي مخاضاً جديداً لثورة قد تكون أوسع نطاقاً من الناحية الجغرافية وأعمق تغييراً من الناحية السياسية والمجتمعية ثورة ربما تؤسس فعلاً لا قولاً لمستقبل عربي جديد